فقرة الأوتو اميون ديزيز الجهاز ملاي راح يهاجم جسم الإنسان و خلايا جسم عوضا عن كأن الغيب فالجواب ما تلاحقون بيه اللي هو يعني قصد ما راح يقدر يتعرف على الانتجين خاص مع الجسم الإنسان في ضلي حاجمه يقول ان انتنوكليل انتويتس is performed on a specimen for عمار عمار الخمسة و خمسة سنة وهو has unexplained joint pain على التألم بالمفاصل The immunofluorescence assay result is a titer of 40 at homogenous pattern يعني شافوا انو اختبار immunofluorescence assay التiter مع الانتبادي 40 و النمط مع الانتبادي مع الانتبادي يكون homogenous pattern The appropriate follow-up for the patient is هاي عدقب اللي يخز the immunofluorescence microscope فشنو بعد الاختبار اللي راح لازم يسرونه يقول C We test anti-nuclear antibody من 3-610 يقول 25% من نسبة هذا العمر ربما عادتها تهتر ناصر من anti-nuclear antibody with no demonstrable demonstrable Connected disease مرح يكون عدت العلام بالنسيج الضام واضح A patient with anti-nuclear antibodies will be اللي هو المال A Systemiclobos arithomatosis اللي هو داء ذا بالحمراري فلازم يكون عندهم التعتر عالي أكثر من 160 فهي جوز برحلة البداية فموط يطلع أكثر من هذا الشي A good disease is likely to show a REM يعني peripheral يعني مثل ما نقول بالحفر راح يصيروا الانتبادي مو بالجسم حسب الأنواط and immune fluorescence assay and immune fluorescence Toast for anti-nuclear antibody يوم هاي الأمراض راح يكون النمط ما خلنشوف عنا المدنو نوضح هاي لدينا الماطمات هاي سبيكلت بوقع هدا هموجونز كامل ميكس يعني بس عنا نوات centromere السنتromere الداخرية peripheral هاي يكون محيطي فيقول شين المرض اللي سبيب أنه محيطي يقول C اللي هو systemiclobside matrosis راح يكون النمط ما لديه محيطي يقول patient specimen is strongly positive in an anti-nuclear antibody ELISA which of the following would not be an appropriate for the result شافوا أن المريض عده anti-immunity قوي بالـ ELISA بالـ anti-nuclear antibody بالـ ELISA واضحة جدا شنو هاي التحايل المفض ما يسووها بالخطوة القادمة يقول D rehumaturite factor assay يقول what type of antibody is represented by the solid or homogenous pattern يقول A اللي هو anti-historic antibodies ورح يطينا النوع الـ homogenous اللي هو كامل يقول disease indicate by high title of anti-SM smith antibody يوم مرض راح يطينا هذا antibody يكون بيعالي تايتر عالي يقول C اللي هو anti-immunity test for nuclear antibody إذا شافوا أنه طلع بالمجهر بها الصورة يا أكثر مرض يعني ما يسبب هذا الشيء أو نادر ما يسبب هذا الشيء أو نادر ما يسبب هذا الشيء النمط اللي هو nuclear pattern يقول D اللي هو anti-ribonucleic acid antibodies يقول which test would pairs distinguish between systems and mixed connected to disease يع تحليل أو اختباري فرقين بين هذا وهذه يقول A اللي هو multiplex or ntsm and rnb أشينا نقضيها بالrnb ribosomal نقضيها بالضبط نحتاجها هاي الواقع anti-nuclear ribonucleoprotein هو البروتين فرق بين السلسومة البلوبوس ومكس بكوينفتي شوان بالله يشي يقول برش الالتروني double immune diffusion اللي هو هذا الاختبار اللي عبارة عن نقضيها بالنوع من anti-body عفو بي اثنين anti-gene وبنص anti-body نقضيها بالنوع من anti-body نقضيها بالنوع من anti-body نقضيها بالنوع من anti-body يقول هذا النوع من anti-body موجود anti-body ان anti-body 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 نقضيها بالنوع من anti-body 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 شوفها الخلايا من الماخرية بالله لانه وقت الشي شوفهم بأنسي جمعات نعمل مع الخلايا بيها تقيمة انججين اوكي شونيو كلاو ستنينج ان انتفايس سيلان دنس كوماتين سنينج الميتورتك يعني شافوا أنه بيها صغبة قوية دنس بالكوماتين نعم اعتقد قصة بالنوع من الماخلية كذلك دنس كوماتين سنينج الميتورتكسل like بالانتفايس سيل مراحل النمو من خلية شافوا أنه مراحل من الماخلية بالحالة الانتفايس سيل سيكون نيو كلير التصبيقไมتين نيو كلير بينما بال الميتورتكسل الأثناء القسام يتصبغ التصبيق الماتي يكون نمط الماتي مايكرو تسمع دنس كوماتين شين سبب هذ الشي يقول اي. انتي فايبري لا. اه فايبري لارين انتي بادي. نوع نوع الانتي بادي يستهدفن خيوط المخزة الاعتقل الفايبري لين اللي هي الشسمة. نعطيها مؤنمو الخلية. هو نوع من اه بروتينات البلورايب و نيوكليك. شبكة الريبوسيومات الموجودة بالنيوكليار سمول نيوكليار بروي نيوكليور برواتين. يعني موجود وين بالضبط. برواتين يكتبط بالارين اي. يضحك الموجودة بالخلية. يتلعب هالصورة حال. بالانتي فايبري لارين اي شسمة تكون نمط مالته. اه. بالخلية بمحة الانترفيس يعني محة تهي الانقسام تصبح بشكل نيوكليار بهاي الصورة. بينما برحة الانترفيس يعني انقساماتها. دانسي كروماتين. دانسي كروماتين شين القصده؟ دينووية قصده. بس يعني قصده هاي هم نفس الشي. تصبح بس بسرعة. اعمق او لو مكست. بعدين نشوفها الفقرة. يقول اه. اعتقد. يوها من انماط الانيونفلوسنس باترن اللي هايه. يحتاج بعد تحليل ثاني هو الا 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 التراثب الانتجين تيست يعني الانتبادي يستعد في النوكلير بوتين اوكي الممشور لها من عطين سبيكولت سبيكولت للمباقطع زونه due to the presence of antibody against التراثب الانتجين such as smith يعني اكثر من النوع من الانتبادي وهي الاختبار اذا اضع سبيكول لازم نسوي له اختبارها الثانية which of the following is used in rapid slide test نعم من هاي الانتباديات نحتاج رابد slide test يعني خطوة سريعة اختبار سريع يقول بي FC portion of the IgG molecule بحالة الهومنتويت فاكتر react with the FC portion of the IgG molecule under usual IgM بحالة الهومنتويت فاكتر راح اه هذا البروتين راح يتبط وي الجزء في البروتين مع الآي جي جي و و يعني يعني IgM يتطبل IgG اوكي basis of rapid glutination test في practical latex يعني العتم دور المرضى في الهومنتويت فاكتر شنوه IgM يتبط وي IgG molecule IgG molecule IgG molecule of the following method is least likely to give attempt to result for diagnosis of rheumatoid arthritis أي يقول ما اي من هذه الطرق أقل شي ممكن تطينا نتيجة صحيحة لل rheumatoid arthritis يقول د Immune Fluorescence testing for anti nuclear antibody يعني ان طيقة ال Immune Fluorescence بهاي الصورة ما احتطينا صورة دقيقة للمهومنتويت arthritis IgG disease might be indicated by antibodies to smooth muscle مالة البيروسايدية يفرز من ثاريودic gland اللي هو T3-T4 سمونا نعتقد بواسطة اختبار glutination assay Which of the following disease may be show burst result with this type of assay من هاي اختبار تحطينا بواسطة اي يقول اي Graves disease عند هاي الشيموتر ثايودايتس لو همرض منها يتصيب الغد الدراقية او الفرازات بوث ان تحي شيموتر واحد بهاي 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 بهايو ايو داسم واحد بهاي بهاي بهايو ايو دسم اذا شوفوا انتا نتابعيتم تفصيب يشوفون فرازات الحي بهاي بيروسايد بسببتها إذا كنت متافعةها بحالة إذا كانت من خطب حاثة ثرويوليتس يقول يقول What is the main use of laboratories to detect and predict two islet cells and insulin in case of insulin dependent diabetes mellitus بعد تداري بتسمى التس كذلك هو مرض مناعي يهاجم خلايا الجزر Langerhans أو ال islet cells وكذلك insulin فيقول شينو الاختبار رئيسي رقيسنا السكر عافو انتوادي يتكون ضد السكر ضد الخلايا الجزر Langerhans يقول 16D اللي هو to screen susceptible Inventor to break to detect destruction of BCL ها يقول شين فائلات يعني هذا الشي ليش سونا اختبار لل انتوادي لل يشوفون خاف قبل تتحطم ال BCL مع الخلايا الجزر يقول patient to present the clinical symptoms of celiac disease لو مرض داع الحنطة test for anti-transgletaminase anti-glyardine anti-glyardine are negative شافوا انه هذا ال negative سينعتهم which of the following tests should be ordered هاي ثانية اضافية ونتأكيرون انه عدا مرض السلياك disease سبرطاش يقول بي HLA DQ typing G آآ يعني G-not هذا النوع من نوع G-not test test anti-glyardine anti-glyardine يعني المغضرات هم طلعت anti-glyardine negative يسوني هذا الاختبار الجيني موجود السيالوجيا يعني هاي بلاحي مواكب مواكب موجود دو ماتي سيلياك disease. هموليكوسايت انتجين. اوكي. يعني كن بس طحي الخلايا ما لتم هموليكوسايت انتجين. وهذا قلو انت عرفنا عني امو مناعيا او اه اتبار جيني. فالظاهر هذا المستقبل عند المرضى الاحتمال اللي سرعتهم دا الحنطة راح يتحسس من الحنطة في هاجم الزغابات مجدبه لامعاه. يقول سبسي من ابري ستراف بابري نيو كليار ستينينج. باترين ان انتي نيو كليار ستينينج باترين. خنشوف الله شون سيب وي نيو كليار ستينينج باترين. هالصورة هاي تطلع خلايا. HAS. هاي بالنيتروفيل. في عين دائما دائم ادا عليها. اوكي. عندما انتاني وينيุ Sandioplysm savior Threeango انتما تتصبح تحت المهم يوم التريني Cohen. فتطلع تحت ال منيوريس مو باثلة هاي. فعد احتمال هاي المرضى. السم. إنتاني نترافي ساتف لازم عن تروادي ديزيز. طبعا يضيفونا على الانترافي اثانا نعموا لي ثبتوها. يقول شنو السابستريت ليضيفوها على ساتف لازم اعمال الاسباسم المعينة عمو تطلع عنا السغس عشق سبك لينك بها صورة هاي. يقول اهي فورماليا فيكس نترافي. ظهر نحاتي المرضيات واحد بري قصده. بي نيوكلير انت شون الفرق بين البي ان الان سي اي عن الان سي اي. ها. حتنفرق الا انتي نيوتروفيل ساعت بلازم انت ودي. واني انتي نيوكلير انت ودي. نحن البيضة هنبتن عتل مصيرات اللي. اعفو الشي يقوله هنانه. حتن مانت بري نيوكلير ستينينك حتن مانت هنبتن مصيرات سبك لت. فضيفون اثاني الفيكس سيل. فورماليا 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 فورماليا. بهمي لغسي. will remain in the cytoplasm during formalin fixation. يقول ذا مثل myelobarsidae containing granule. الجانولات التي بها مادة myelobarsidae that calls around the nuclear membrane. اللي راح تجمع حول رشاء النوري. انتظرنا صورة pre-nuclear staining. و راح تبقى بالcytoplasm. يعني مو بس بالنواة. فذلك راح تطلنا نمط. will have cytoplasmic battery. راح تطلنا الباترين مو بس بالنواة. حتى بالcytoplasm. but anti-nuclear antibody. بينما anti-nuclear antibody. حتى لو استوينا بالformality راح ما راح يطلنا النمط. هذا ما راح يبقى بالنواة. او العاف راح will retain a pre-nuclear battery and the fluorescence will be damaged. راح يحق يبقى على هذا الشكل. و مو الوقت راح يختفي. ها سنتجي hyper sensitivity. الفرط الحساسية. the group of the following is the description of type 1 hyper sensitive reaction. يا منهاي هو يعتبر type 1 hyper sensitivity reaction. يعدنا اكثر من نوع من الhyper sensitivity. الفرط الحساسية. الفنوع الاول تسمى راكويد انتجين crosslink with IgG on the surface of mass cell. the corresponding is performed mediator on resulting in symptome of allergic reaction. قول الحال اللي هي ragweed antigen انتجين سمع اللي اسمع عالم ragweed cross link راح يتفعل وي ال IGE على المتوط بالسطح المعسل اللي يتشبه ال B cell بالابعث في بيزوفيل cause increase of فراح يتسمي طن الهيستامين من هذا القبيل او the eject reaction راح يسبب بنا hyper sensitivity نوع واحد اقول why is the skin برد نشوفش اكوش نعافش مهم اوكي ما اقعد نشي اقول why is the skin testing is the most widely used method to test for hyper sensitivity جلت هو نوع الاول من الاختبارات اللي اكشفنا نوع الاول من الحساسية اقول B it has greater sensitivity in the vitro measurement اكثر شيء من تحسس يعني الجلت الاختبارات المختبرية يقول which in vitro test measure IgG level against specific allergens يا اختبار مختبري يقلسين لنسبة IgG levels ضد نوع من ال anti allergens او مادة من الحساسية سبب تحسس allergens مادة سبب تحسس يقول C اللي هو فلوسنس allergens allergens sorbent test سمنا فاست test release assay measure the amount of histamine ها جاء اختبارات البقية solid face immune assay يعني يجي شوان الكلاسية ب اه اه المادة الالرجين فعالة فمن راح يضيف السيرة مبينة لدينا من الحساسية راح يتبط بين انزيمات اللي هو IGE يعفو اللي الانتبادي IGE ويضيفون انزيم يحفز اه مادة كيميائية ويضيفون ويضيفون راح يرتبط ان ضرعني بالانتبادي الاول وراح يرتبط بالجسمة فس لون او مادة فلوسنس اي 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 مريض عند فاصلة الدم او اللي هو مفوض الواهب العام تعالي بالخلط فاصلة الدم او اي 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 التفاعل اثناء مايطون الدم يا نوع من انتبادي مضمم بها الحالة طبعا يسموني اي اي يقول igm بس بما انرو the form is present in blood initially occurring and a in the form of igms within the blood of a group of individual and will cause immediate transfusion action في ذاك رجيم هالاول بس ال-icg ولا عدين على اثناء تنيع اضمن بالاست husti يقول يانو عن الاختبارات احي قيسنة ارتباط الانتبادي حول خلية الدم الحمراء ويسببنا التحلل او اثناء عملية نغل الدم يقول بي اللي هو داية انتقلوبولين تاست لو اعتقد سمنا كوم تاست ها امزر داية انتبادي داية انتقلوب يقول which test detect antibodies that have attached to tissues resulting in a type 2 cytotoxic reaction يقول يانو عن الانتبادي تتبط بالانسجة وتحفزين النوع الثاني من cytotoxic correction اعتقدها برسنستفتي القصده يقول بي direct immune fluorescence قاعد يشوف لنا النسبة الانتبادي تتبط بالانسجة انتبادي تتبط بالانسجة direct anti-globioning test يقول A insufficient washing of RBC اذا ما غسلنا ال RBC غير متبط فرح تبقى وتسبب من التحلل فتطينا اللي عرفوا شو نرتش يقولين هنا insufficient washing can cause incomplete removal of excess and other protein which may neutralize the anti-globioning reagent يقول اذا ما غسلنا فما راح كل الانتباديات التي نتخلص منها الزائدة الغير متبطة وكذلك البروتينات الاخرى which may neutralize the anti-globioning reagent احتمال هذا الراحي اثرا على ال anti-globioning المادة راح نضيفه فيطينا negative which of the following test is used to detect circulating immune complexes in the serum of some patient with systemic immune disease تتجري هماتي الارثاراتي يقول لأي من هذه التحاليل تزغطهم التعرف على الارتباط الانتجين بالانتبادي بالسيروم في الموضع لديهم امراض مناعية مثل هيرماتي الارثاراتيس يقول C اللي هو assay of cryoglobuline formation of anti-gene اول مرة هذا يخلونا اه يتخذ ثردام بترشت حرى 37 نوع بالسيروم ياخذونه sedimentation 2 ويت انا دين انكيوبايت السيروم وراه راح اه يسولي انكيوبايشن حظن بالسيروم اربع سيجيزة ثلاثة ايام بشين قزده بال بشين قزده بال اول مرة خلنا عرف بالعلم لله المصرف الدم شين قزده بالكايقلابيولين بشين قزده بالكايقلابيولين بشين قزده بالكايقلابيولين لازم المرة شنوه اه اه احبنونا اب 37 سيليزي نوع بالفسون السيروم نوع بالسيروم نوع بالسيروم نوع بالسيروم يخلونا بداية تحرى 4 سيليزي يقول كالوابط الدم شعر تحرى 3 سيليزي كل المصرف المفرصة بأميحو العجون يقول د يقول 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 ههذا النوع من الأدوي يعتقد قزده يقص او الاختباه هيقص تسير يقول وأيدي أرنسير خاصة مرضاعتهم انجسمة اميون ديفيشنسي بينما عندنا اس وان كيوس ساي اللي هو الراعات جيت سيلس ساي ديتك تساكلات الاميون كوملكس دات عربوزن تيونك وراح يقلسلنا الخلائط الاول الفضل يقلسلنا الاميون كوملكس بحالة طيب 3 راكشن الـ C-H50 level is usually decreased or into complement activation بسبب complement activation by the immune complex راجيس cells are derived from a malignant PCL line that demonstrate C3 receptor but no surface membrane بالنسبة راجيس cells شنائي قزة are derived from malignant اللي خلايا سرطانية PCL line that demonstrate بها مستقبلات C3 receptor but no surface membrane بس ما عندها surface membrane فاعتقد ما راح يصير تحطين منها immune globionine يعني ما عندها immune globionine بال PCL immune complex that have fixed complement will bind to RGCL and can be a defined ginseng radio راح يشوفون immune complex راح يتوط بال عفوا الـ الموتينات هذان المناعية راح يتبطن بال الـ ويشوفوها تحت الـ متبطة طبعا بنزين الـ 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 راح يشوفوها على شكل إشعاع راديوي بالأجزة C3 binding حسابين دايس طبعا تشافوه الـ 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 سعرض عنا من الاختبار الـ 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 الموتينات سيكون أو الـ الموتينات ريس بونس ما راح يتغيير لوبحات اميون ديفيشينسي مريض جاهدون باكت رد سيل وكذاك بلازمة وشافون تساعد انافلاكتك شون هتحسس فرض حتى هتحسس نون هيمونتك ريكشن بس ما صعدها تحلل وقالت ان هي اه اه سوت اخر عملية اه اه ناقل دعم قبل عشرين سنة شهاد نور عشر ما صعدها هذا الشي بس شهادت في البولي بس حسست انه هي تصعد ضعف بعد عدة اسابيع which are the following constitute substrants most likely elected direction شن نوع اشن المادة الانتقالات لها حفزت هذا الشي ساعتها اقول اي اي جي اي لانه هو نون هيمونتك ريكشن سجست انه رد سيل انتجين اه في احتمال انه اكو انتجين موجز بالدم هو نون رد سيل يعني ما مو الا علاقة بالراب الار بي سي فما متحللت او evetات و هاد احتمال نقص بال اي جي اي تغير بowana lab gthac失 توي احسر إنه رد سيت ماراف احسلاس انتجين مو Jego تقوم بم ششوف انتجينس ان انتجين موجز أحسر ج POW حدو انتجين ميدي لственныйانتجين ميدي من 5 جيل لقد انتجينه خوزت امتيينظر متعالي بالوحظة خذ انتجين الحديثية veel جيد الحدوية Tabl ود انتجين مع بانتجين بين الناعمة العديدة للباقد الكم الناعمة في الع Angels إذا ظل موجود هذي IgA بعد التكون الانتبودي وصار عدة نوع من البورن بعد التكون الانتبودي فبالحالة الأولى يعني بداية التكون الانتبودي فصار عدة الجسم فبالحالة الثانية لا راح يصبح تكون ضد IgA و IgG وراح سابقنا في الارتك من در مقدوم وهذا نppa الجسم شبل البدل عدة ثلاثayan من وصار عدة لغلب البورن لذا الحال أكثر من العدة لوحدة الساعة بما ينقوم بتويت ضدprem هي Подorder اليوم وهذه صوية البورن ماذا سيطور عدة هاذه؟ عدة نقص بالC3 أي عدة Type 2 وType 1 راح يطور عدة وType 4 أو Hyper Sensitive Response لأن C3 هو يسبب النوع الثاني ونوع الثالث فعند نقص من هذا ما سيحدث نوع عن التعسس لا سيحدث نوع الأول ونوع الرابع هنا يأتي أهلا لصلك حسنيني أتي Battения ياستمر للخدمية إختبارات الأمرأة الانتباري المناعي والأخلوي بerdرجة تريد إيقافة أي من هذه الحالات بالبعض السرطتي حسن لعمل نقص المناعة. يقول C. تصعد عدة أصابات بكتيريا في IOC وفنجل وفطرية. What second test will be performed first in a young patient suspected of having an immune dysfunction disorder. شن اول اختبار يسوون للمرضى لعدهم مشكلة بالامراض المناعية. او عقبوا مشكلة بالمناعة. ما راح تشتغل لعدهم. يقول A. مناعة الخابية. هذا اول شي يسوون. اذا شايفونا طبيعية شايفونا بعد المتممات المتبدي وغيرها. What test should be performed when a patient has a reaction to a transfuse. شن التحليل يسوون اذا شايفو ان المريض صار عدة غلة فعل او الطراب اذا حولوا دم. احد محتويات الدم. يقول اي اميونوغلوبيون. شوفو نسبة الاميونوغلوبيون. لان خاف عدد الاي جي اي اقل فسيعدها للنوع من الجسم. بحث مرض المونكلون غامباتي. شن هو الاميونوغلوبيوني يسمونه. يقول دي مونكلون الانتبادي او سير لاين. مونكلون الانتبادي اللي هو قصد الاي جي اي جي. يعني يعدل نوع شسمه. شين وشين انثين. شين واحد يفتبط بقصد الانتجين. او سير لاين بو دوست المونكلون غامباتي او نوع من الخلايا. و البي سيل. اي شسمه حاتي المونكلون غامباتي. صدر مطل ميلوم. اي شفو اشين من مونكلون غامباتي. بورتين افاني ندلد. يقول اتشال سسبكتد وف هافك انه هيريته هيمورال. اميون دفلش ديزيز. از كيفين ديفثيريا ديتانيس فاكسين. شطفل شافو انه عده. اه. فقر بالمناعة. مروثة. اه. منعه خلطيه طبعا. اه. هيرو مرال سمونها. هنشوف شين فرقة بين هيرو مرال والا. الهيرو مرال يعني قزة انتبودي. او بروتينات متهمة هاجم. الادسان. بينما الـ يعني خلايا. شافو انه عده نقص بالمناعة. الخلطيه قزة انتبودي او هيتشي. طور نلقاح الديفثيريا. و تيتانيس فاكسينت. و بعد اسبوع انه عده المناعة. شافو نسبة الانتبودي ضد هالنوع من الانتجين. اه. شو راح تقدر راح تكون نسبة الانتبودي. لاشن عده نقص بالمناعة الخلطيه. يقول بي. لاشن عده نسبة الانتبودي. ما راح يزاد نسبة الانتبودي. لان باعتباه هو عده مشكلة بالانتاج الانتبودي. يقول بي. الانتبودي. يقول بي. يقول بي. ماكرو. غلوب لولينيميا. بلازما. بلازما سيل. بون مارود بلون في نود. راح تفوزي نظل بس اي جي ام. بس 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 بفرق عن ملطب الميلومة. استيولايتك بون. ما راح يكون عده سرطان بالعظام. يقول. انترستنج فور. داي جيورج سندرام. what type of laboratory analysis. will be most helpful. in determining the number mature. بحالة داي جيورج سندرام. شنو راح حالة داي جيورج سندرام. خليشوفها. cross by development failure. or hyperplasia of thymus. تضخم بالثايموس. فراح تطين الاندوش ينسي بالتيل في الانفوسايت. فالجواب ما لاتش راح يقول. دي. اللي هو يقيس انه. اه. الجناس الخلايا. بصائلها. حسنا. الرحس انه. بيقول. انترستنج. 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 بان أسمي ليينز نور بانز اعتقد لمدائي بانز اندي هيفيه چين ليين خاينشوف بلا تشين شو ما غا حصير بحصو غا حصير بش شافو هنانا تنس وايد باند انبوث بالكي واللمداد لينس يعن شافو انو بالكي هنان ولمداد انو وايد باند ما راح شافو بالهيفي تشينس قصده اي جي ام ممكن والهاي والبقية والجسمة ما شافو انو بي هيفي تشينس ماك ما شافو باكباند بش نعم هاي الحالة المراضية المعنى يقول C Increasible Clonal Fab Fragment يقول الهيفي تشينس ينوب بث بالروب و بالecera تضيف كافو لايت شينك جايه تطينا لايت شينك بعنما اكون انقص بالهيفي تشينك بس شينو شيقون هنان لايت شينيز بشو هاوي فبحالة الامراض اللايتشين تبوزل الانتباليات بليها اللايتشين اكترشي راح تكون restricted bound for one of the light chain reaction heavy restricted bound راح تطينا نوع يعني bound بس خفيفة كلش بحالة اللايتشين reaction but not both بس موثينات نسو راح تطينا نوع جاي ساعدنا بوليك نول غامباتي يعني اميوني غلوبيوليات بس شون ضلعتهم اي جي ام او هي تشاعدهم اكثر من بوليك نولا نسموهن و راح يصير turn over يعني بساعة راح تتحطم وتتلعب مكانها راح تلعب عند execution of the light chain as part fragment راح تحطم وتتطينا في light chain part fragment يعني heavy chains بي light chains يطينا بس بس light chains ما يطينا بي heavy chains يقول اه نوع كمنا من يقول 3 monoclon light chains are often present in serum يعني شافوا انه light chain اكون نواتيج in serum of multiple myeloma patient المريض عدى multiple myeloma and may be useful in that moment which of the following assay will be recommended to detect the presence of serum 3 light chain يعني معنى اختبارات ها يقدر نكتشف بيها light chain موجودة بسيروم يقول c نفلومتري اه كمنا قام باتي من اكلون قام باتي عرف تن present in sufficient quantity شوفة brand on booting يقولون ان يقول هاي نسبة مو كلشو هاي يعني مو دي قلوني تتشوفها بالActrophoes فهم راح تطني بانت قوي وشون راح يتشوفوها اه نفلومتري نفلومتري شون الSpectrophotometry نفلومتري بس يقيس يمكن شرعلون ما نعكس له النافذ اي يقول what is measured in the CH50 as safe اختبار CH50 راح يقيسونه يقول نسبة نسبة كمية الكملمنت اللي نحتاجها اللي يحل 50% من الرابيسي متوض بيها antibody نسبة في سورة تخفيفات الظاهر فالنسبة قليلة معناها شين شاعدة ما يتصوم دمكم نقصها بالكملمنت وعدة امراض مناعية كذلك كذلك هذه امراض مناعية راح تستيلك الكملمنت فيصير نقص به يقول 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 الظاهر 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 الدفاع 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 هل هنا يقول granule interlocking to is cytokine produce by activated فهذا كنت ال cytokine ما يدخل به هنا يقول dihydrodomin reduction TSA يشوفون granulomatous disease انهى ال disorder بحيث ال progocytic cell وهي المتروفيل لا تستطيع التحطم من المايكرو اوغانزم بسهل النقص على بروكسيدي's production لكو سهل اتيجي اندفشنسي هنا انا عندنا مشكلة بفراز الانتغري المولكول على سطح مع ال white bc والغانيو المالتين شعر الفقرة سننجي سننجي الاختبارات السرطانية والعملات الزراعة النسيجية يقول patient has surgery for colorectal cancer عده بالعمال الغليظة سرطان بالقلون اعتقد اي after which has received chemotherapy ثم الترابيه الطور الاج كيميائي ملسيتة for carcinogenic antigen واز نعمال شعروا ان هذا احد المؤشرات السرطانية الطبيعي one year الذي يتبع سينبايو the biomonthly C was elevated شعروا انه ارتفع هذا 10 نانوغرام بمسلة شعروا انه اصعد بالخزعة نسيجية شعروا انه اعد سرطان بسيط ورم بسيط شنو راح تكون قيمة او the value of the result brought by the test in the clinical situation شنو راح يعتمدوه هاي لو شنو بالضبط يقول information for the treatment يعني هاي نسبتها من قاسة معناها انه راح لازم يطبع حلاجات يقول كاربوهايدرات انتجين اللي هو هذا CA125 عشرين اصي was performed هلا نطبع ان كلهن مشارات سرطانية was performed on women with ovarian cancer مراعة سرطان بالمبيض after 8 تتبالع الادة for significant انقلت نسبته performed later revealed the recurrence of the tumor شعروا بس هاي لظلت نسبته واطية how can this finally be accepted انتتوصف هالشيء مرافو تتفع نسبته لصاعدة سرطان يقول C CA525 مو حساس كافي ما يصير يعتمدونهم حدا على موض السيطرة على الامور الرام what is the correct procedure upon reception of a test request for human and genic corona on here كن الخطوات الصريحة اللي يساووها على موض يجيهم اختبار بحق لحق الجسم المالة لهم hemo choryonogenic choryonogenic choryonotrobin لواحد ومشرة سرطانية ونسيرهم لرجل عمر 60 سنة يقول C from the test may be increased in testicular tumor هاي الاحتمال ازداد بحالة امراض بال testicular أو بالتستس ايجو تقول an HCG test using monoclonal antibody against beta subunit of HG likely be affected by increased level of folliculostimulitic hormone هلا راح يتأثر هذا الاختبار واذا زالت نسبة to folliculostimulitic هرمون راح يأثرينها على الاختباط الانتبادي ضد B subunit of HCG الجواب يقول B no the test راح يكون كلش حساس ما راح تأثر بشي A root of the following substances sometimes used as a tumor marker أي من هذه المواد تعتبر ك tumor marker as increased in two or three threshold in normal pregnancy بس بس هاي الكلام نفس وقت راح تزال بحالة الحمل جواب يقول خمسة A A Aclin phosphatase هاذا يهم يعتبر كسرطان ذكر بالهيبات بس هاي سيزقنة كذلك ازال بحامل وراح زالك للفتحاف طبعا يقول what is the advantage of performing prostat specific antigen اللي راح دمشرة سرطانية للbrostat prostat cancer يقول A BSI اللي هو prostatic specific antigen stable in serum ما راح يبقى بالسيروم ما راح يتأثره على بوقت ولا راح تأثر بجشتل rectal examination بجشتل rectal examination بس ابناء examination is not increased by ها خافي مثل ما يضيس الطبيب يشوف الطبيب يشوف فرا ما راح يتفع نسبتين راح يخافتي داخل جراح يسر عدة يقول which method is the most sensitive for quantitation of AFP يقول شنو اكثر شي حساس للقياس الف 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 هو بوتين ينتاج 8% في مرضى لعتهم هباتهم سرطان بالكبد فيان الاختبار يسونا اليه يقول C اللي هو انزام اميون السيء اللي هي عقزة الايزان يقول هو اس اه ناشيغو اليوترين كذلك راح يرتفع راح يتقن نسبتها بال المترينة سيروم سويتو الداون سيندرام و راح تتقن نسبتها بال سيندرام 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 What is Human Lycoside Antigen Typing used in the Investigation of Genetic Diseases? What is this going to help them in the most recent disease? For Genetic Linkage Studies For example, there is a kind of human lycoside antigen that will give us a name and it will have a certain disease It says the best donor for human blood type AB need for kidney transplant We have one who is doing kidney transplant on the CG so it will keep the person involved in this work The next thing he says Hey, the brother is a human lycoside mast for class 2 and they saw that human lycoside antigen is a class 2 Class 2 Another thing he says Twin for siblings don't have the same blood I don't know anything about it Class 2 antigen is a class 2 and the cross arrow between each is rare For that, I will not be able to have a gene siblings with close dimanche class Antigen most likely inherited the same class gene For example, they will have the same 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 for both For example, they will have the same gene for example, they will not be able to have the same here serves for JOHN I think It says Interpretes the following micro cytotoxicity result interpretes the following micro cytotoxicity results On results what you found серius the same a résist has هذا قصده. دعونا نجعلها بعدين هالفقرة. يقول يا طيقة. يسردهمون للهيومن لكوساعة انتجين دي تايبينج. يسردهمون للتبرع بالعضاء بين الواهب والمستنم. يقول بي مكس في اللمفوساية الهيومن لكوساعة انتجين. يقول سيل اه تايب نكتف شافوا انو الخلايا الفحصوها ما ما بي اي همواليكوساعة انتجين. is انكملومنت دبندن سايتو تاكسي سي. وناشي نعدنا يقول الوات. مايبي يوز فو تيشو تايبينج. هذا ناسي يشوفن. سرجعنا بالنسبة للاختباري المايكرو سايتو تاكسي ستي رزولت. شن هاده. هذ يجيبون سيروم. يخلطون السيروم مثل ما نقول الريسبنت والدونر. يشوفون يضيفون مادلة كومبليمنت ما الرابط لاعتقد ما الارنب. ويضيفون على من يدمجوهن. وشنوه بحيث هذا الانتبادي ما الشوفون هل انه الانتبادي موجود بالدونر او الريسبنت راح يهاجم الليمفوسايت الموجودة بالسسمة دونر. وبمساعدة طبعا كومبليمنت اذا صاح تحلل بالليمفوسايت. معناها ماكوا توافق ببناتهم. معناها الهومن الليكوسايت انتجين مال هاذ يختلف عن مال هاذ فما راح سيتوافق ببناتهم. فهذا قصد الاختبار. ناشي يقول الاي تسعة والبئث معش والاي تسعة ولا الانتجينات مع الهومن الليكوسايت الانتجين مال هموليكوسايت الموجودة انتجين. انه الموجودة على السخص الهومنبروسايت. فشافون الاخلال بالبئة الаетеسعة ولا الابر لا 이런 نوع من الهومن الليكوسايت. بس الوان واي تسعة طعائش بينهم شي. فشинها جواب شئول بي؟ p equity. يوم specimen بقطع معناها ما راح معناه توافق قوي الـ A1 يعني ماكو انتباديات ضد الـ A1 و A19 لان ما راح ما هاجم الـ A9 و B12 إذن هذا اكو مشكلة عادة جايب 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 ما جايب صي توافق يقل ويش مثل الـ Classical Use اكو طريقة القبيلة التغريمة كان يستخدموها للـ Antigen مع الـ HLA اللي هم وجودة على سطح الحل الـ Lymphocyte وهذا راح كانوا يعتمدونه أثناء اختباء النقل الأعضاء من المستقبل والمستلم اللعفو والـ Donor والواهب والمستلم يقول فلوس هاي تمترها الطيقة كان يستخدموها كطيقة سيرولوجية عن السيروم هنا يقول Mixed lymphocyte action is used to identify هايشوفون هالبية الـ HLA-D موجود Antigen on the donor lymphocyte and is used for cross-matching living room transplants وهذا وقت راح يطول Will do not be a part of work وما تحتاجه بالحالة العادية التقليدية فإنكم بلتبئة associated with it فإذا شافوا إنكم بلتبئة راح يشوفوه بحالة الـ Lograph rejection إذا شافوا إنه راح يصير عدم مناعي This primed lymphocyte is هاي طريقة القديمة كان يستخدموها للـ تحتاجه من هاي النوع من الـ Antigen مع الـ HLA يقول حاله يعني شافوا إنه الـ Cells كل اللي هي من لك ساعة الـ Antigen بها طريقة negative يعني ما تكون مثلاً نوع منها هاجمين للـ Antibody What is the most likely cause شين سيروا هذا الشيء يقول بـ Inactive رابط Complement يعني رابط Complement اللي هو مال أرنب النظام مهتمم مال أرنب يضيفونه بالـ Serum عندما يكتبوا طويلاً الـ Antibody ويهاجم الخلايا اللي هو لا يشتغل اللي هو المفض على الأقل يسوي يهاجم نوع معين من الـ Human Lycosite Antigen فبالحال ترفض مناعياً يحبطون مناعياً يعني نوع معين من الـ Antibody منعلم يصير إلى توليرانس إلى هذا الشيء هنا يقول What method may be used for tissue typing instead of serological typing يا طيقة من هذا الطريق ما يأخذون في السيروم عندما يأخذون الموع مع الـ HLA الـ Antigenات لا راح يأخذون مثلاً نسيج أكيد كل التقنيات هذه هؤلاء 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 تقنيات جينية يستخدمين الجينات مضاعفة الجينات مع الـ HLA فمن يشوفون الجينات هو نفس الجين سيعبرنا عن الـ Antigen فعطر يسموها جينية